ازاي يقوم ده تالت فيديو في سلسلة فيديوهات ازاي تقدم على فيزت امريكا السياحية في الفيديو الاول اتكلمنا على شوية معلومات المفروضة ان انت تكون عارفها وانت بتقدم او قبل ما تقدم بالصفة عامة وهتلاقيوا اللينك في الديسكريبشن او في صندوق الوصف وبرضه سبلوكوا لينك من الفيديو هنا وتاني فيديو شرحت فيه بالتفصيل ازاي تم لأبليكيشن الدي اس مايو ستين اللي هو استمار تقديم الطلب على فيزت السياحة ففي الفيديو ده اللي هو الفيديو رقم ثلاثة هنتكلم فيه عن طريقة حجز المعاد للمقابلة بتاعتك في السفارة وده بيتم على موقع يو اس ترافل دوكس قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض ونتشوف ازاي بنتعامل على الموقع حابب اننا اردوكم شوية حاجات في البداية الموقع ما بيتلقش مننا ان احنا نرفع اي مستمارات خاصة باختصار كل اللي انت بتعمله على الموقع هو ان انت بتعمل تسجيل دخولك وبتمنى شوية بالات خاصة بيه الباسبور بتاعك وبتكتب رقم DS-160 وبعدها بيوجهك على صفحة فيها رقم ال-CGI طيب ايه هو ال-CGI ده؟ ال-CGI ده باختصار هو الرقم اللي بيتسجل على وصل الدفع في بنك ال-CIB الخاص بمصاريف الفيزا اللي هي 185 دلار وبيتدفعوا بالمصري ولما بيتم اثبات في البنك ان رقم ال-CGI ده دفع فبالتالي الاكاونت ده معناها ان هو دفع فبالتالي تاني يوم بعد الساعة 11 الموقع بيفتح لك معاد تقدر ان انت تحكز فيه معاد مقابلتك وفي الاغلب المعاد ده بيبقى بعد ثالث شهور من تاريخ الدفع وكل ده هنشوفه مع بعض دلوقتي فيلا بينا علي نكتب ومش هايز اطول عليكم اكتر من كده في البداية اول حاجة هنعملها هي ان احنا هنخش على موقع US Travel Docs اللي هو قدامنا هنا هنكتب على جوجل US Travel Docs واول موقع هيطلع لنا هو ده اللي احنا هنختاره من هنا بيجيب لنا بعد كده ال-Page D وال-Page D منها هنختار البلد اللي احنا فيها او البلد اللي احنا بنقدم منها احنا طالما بنقدم من مصر يبقى نيجي عند حرف ال-E وهنختار ايجبت من هنا بتفتح معانا ال-Page D وال-Page D احنا عايزين منها كام معلومة مهمين بس ومش محتاجين اكتر منهم طبعا ال-Page D فيها معلومات كتيرة جدا احنا مش محتاجينها كل اللي احنا محتاجين نعرفه من هنا هو سعر صرف العملة طبعا زي ما قلت قبل كده سعر تأشيرة امريكا 185 دولار امريكي وطبعا دول بيدفعوا بعملة البلد اللي انت بتقدم منها او بمعنى اصح لو انت بتدفع من مصر فانت بتدفع بالجنيه المصري طيب علشان تعرف سعر الصرف بالنسبة ليه الدولار فانت عندك هنا بيقولك ان الدولار بيساوي 33 جنيه مصري معنى كده ان انت تدرب 185 دولار في 33 جنيه هيطلعلك المبلغ المظبوط اللي انت هتروح تدفعه في بنك ال-CIP من ال-Page D احنا بس محتاجين ان احنا نعمل Account هنعمل Create Account من هنا وده اللي هنبدأ من عليه نشوف ازاي هنحجز المعاد بتاعنا دلوقتي هنبدأ ان احنا ندخل البيانات المطلوبة مننا طبعا هو اول حاجة باي ديفولت بيقولك Select Country for Visa هي طبعا كده كده ايجت ودي اللي احنا اخترناها في الاول خالص بعدها هنبدأ ان احنا ندخل الايميل بتاعنا ولازم طبعا نتأكد ان احنا مدخلينه مظبوط بعدها بيبدأ مننا First Name وهو الاسم الاول والLast Name اللي هو الاسم الاخير وطبعا الاسم الاول والاسم الاخير زي ما هو مكتوب في الباسبور بالزبط بتاخد اول اسم واخر اسم لو في اسمين في النص او في ثلاث اسماء في النص فانت ما بتكتبش اي حاجة منهم هنا طبعا انا بكتب اي اسماء وخلاص وهنا بيقولي ان انا اعمل باسورد للاكاونت بتاعي طبعا حاجات بدي هي جدا جدا لكن انا بعرفك ازاي تعمل كل حاجة بنفسك او تشوف كل حاجة بنفسك ازاي بتتعمل في حالة اذا كنت ما تعرفش اي خطوة من دول بعد كده بيجي هنا and i have read and understood the privacy policy باجي بعمل tick هنا وبدوس submit هنا هو ما بيطلبش منك ان انت ترجع للايميل وتعمل confirmation من الايميل لا هو على طول بيفتح لك اكاونت بيفتح لك الاكاونت بتاعك اللي انت من خلالة ان انت تدخل بيانات ويطلع لك الريسيت اللي انت المفروض بتروح به البنك وبتدفع به وبعدها بيتفتح لك حاجز المعادة فعشان كده زي ما قلتلك لازم تتأكد ان انت مدخل الايميل بتاعك مظبوط جدا بدون اي غلطة ولازم تراجع عليه اكتر من مرة طيب بعد ما بتعمل الاكاونت بتاعك دي بتبقى البيج الاولى خالص طيب اول حاجة في البوكس الازرق ده بيقولك فيه معلومتين مهمين جدا جدا بيقولك ان قبل ما تاخد الريسيت بتاعك وتروح تدفع في البنك لازم تتأكد ان البيانات الخاصة بالباسبورت هي هي نفس البيانات الموجودة في الدي اس مية وستين وده اللي احنا اتعلننا ازا نملاه بالتفصيل في الفيديو اللي فات ولازم كمان اللي اتنين دول يكونوا ماتشنج ويكونوا متطبقين مع كل المعلومات اللي انت هتكتبها هنا على الموقع ده اللي هو يو اس ترافل دوكس او لازم البروفايل بتاعك على يو اس ترافل دوكس يكون ماتشنج مع كل البيانات اللي انت كتبتها قبل كده لان بيقولك ان لو في اي اختلاف ما بين البروفايل بتاعك على يو اس ترافل دوكس او الباسبورت او الدي اس مية وستين اللي هم اهم ثلاث حاجات وانت بتقدم على فيزة امريكا اي اختلاف فيهم هيخليك تعمل بروفايل جديد ويخليك تدفع فيزة جديدة وتدفع مصاريف تاني للفيزة لان مصاريف الفيزة غير مستردة ولو انت كتبت اي بيانات مغلوطة في التلاتة دول فبالتالي ده هيكلفك ودي اول معلومة لازم نعرفها من البوكس الازرق ده تاني معلومة تاني معلومة لازم نعرفها وهي ان احنا بعد ما بندفع المصاريف فاي يوم عمتا تاني يوم على طول من بعد الساعة 11 بيتفتح لنا معاد نقدر احنا نحجز في معاد المقابلة بتاعتنا فانت مش عشان دفعت في نفس اليوم يبقى نفس اليوم هيتفتح لك فيه المعاد لا لازم تستنى لليوم اللي بعده وبعد الساعة 11 هيتفتح لك المعاد وهتشوف بنفسك الجدول وازاي بنختار فيه الموعيد ده كله بيحصل بعد الساعة 11 وبيحصل اوتوماتيك انت ما بتحتاجش ان انت بتعمل اي حاجة زيادة انت بمجرد انت بتدفع تاني يوم على طول بتستنى الساعة 11 بتلاقي المعاد اتفتح لك على طول بعد كده هنا بنلاقي فيه ست مربعات اول حاجة بتبقى التاشبورد اللي هي البيج الرئيسية بعد كده بيبقى فيه الفيزا انفرميشن ودي البيانات اللي احنا هنكتبها دلوقتي وهنا الفي بايمنت بعد ما بنخلص الفيزا انفرميشن بنقدر احنا نحدد الفي بايمنت وبناخد الرئيسيت من هنا بناخد رقم الCGI اللي بيه هندفع في البنك ورقم الCGI ده بيبقى اللينك بيبقى حلقة الوصل ما بين دفعك في البنك والاكاونت بتاعك بمعنى ان موظف البنك لما بيدخل الCGI على السيستم وبيكتب ان الرقم الCGI ده دفع معنى كده ان الاكاونت ده دفع وساعتها بيتفتح لك حاجز معاد تقدر انت تحجز فيه بكل سهولة فمش فرقة مين اللي يدفع ممكن انت اللي تدفع بنفسك ممكن قريب ليك يدفع بنفسك ممكن صديق ليك يدفع بنفسه لكن المهم ان الرقم الCGI يكون مزبوط وده هنشوفه بالضبط دلوقتي بالتفصيل بعدها بيجي هنا يقولك الفاميلي ديتيلز دلوقتي انت ممكن تكون بتقدم انت واطفالك او انت وزوجتك او يكون معك افراد تانين هيكونوا بيحجزوا معك فبالتالي الرقم ده بيتغير وهنشوف ازاي دلوقتي ممكن نغيره وممكن نخليه من صفر لواحد واكتر من واحد كمان بعد كده في البوكس الخامس ده هنا بعد ما بتحدد معاد للمقابلة بيبدأ ان هو يكتبه لك هنا واخر حاجات دوكيمين ديليفري طيب علشان نشوف الكلام ده كله بيحصل ازاي دلوقتي اول حاجة هنخش عليها هي هنيجي نختارها من هنا هيبدأ بعد كده ان هو يمشي بينا شوية خطوات لغاية لما نخلص كل المراحل اول خطوة هنا بيقول لك وهنا بيسألك اول حاجة على نوع الفيزة خلينا متفقين ان في امريكا انواع بتختلف من البداية خالص على حسب نوعها هي هجرة او غير هجرة لان فيزة الهجرة بتبقى تحتيها كتيرة او بيبقى تحتيها مصنفات كتيرة وفيزة غير الهجرة بتبقى تحتيها مصنفات كتيرة فاحنا هنا بنختار اول حاجة ازا كان فيزة الهجرة او غير الهجرة طبعا احنا بنقدم على فيزة سياحة فبالتالي هي نون اميغرانت فيزا وبندوس كونتينيو طيب من النون اميغرانت فيزا فيه كاتيجوري لازم نختارها وهنا عندنا كل الكاتيجوري وهي سواء انت كنت طالب وفيه حاجات تانية كتيرة ما علينا من كل ده احنا هنختار بتفتح معنا ومنها بنختار هنا هو بيخيرنا ما بين فيزة البي وان والبي وان بي تو والبي تو طبعا انت لو اخترت اي واحدة من دول في الاخر كده كده على الباسبور هيطلع لك الفيزة بي وان بي تو لكن انت هنا زي ما احنا متفقين في الاوي خالص طالما انت رايح سياحة فانت بالتالي بتخليها بي تو كده كده في الباسبورت بتبقى بي وان بي تو فمش فرقة خالص انت بتكتب هنا بي تو بس بعد كده بتنزل لتحت خالص وبتختار كونتينيو بيفتح معنا البي ج دي وهنا بيقول لك تيرمزان كونتشنز كل اللي هتعمله اي اكسبت تيرمزان كونتشنز هدوس عليها بعدها بيبدأ ان هو يقول لك تكتب البرسونال داتا بتاعتك وهي الباسبورت نومبر بتكتب رقم الباسبورت زي ما هو مكتوب في الباسبورت بالزبط ولازم تتأكد ان كل البيانات دي متطبخة بالزبط مع الباسبور وما فيهاش اي غلطة خالص لان اي غلطة هتكلفك هنا بعدها بيسأل على الباسبورت اشوان سديت وده بيبقى تاريخ اصدار الباسبورت طبعا هنا بيقول لك ان الديت فورمات او طريقة ادخال التاريخ بتقول لك ان انت هنا بتكتب الشهر الاول اللي هو المان بعد كده اليوم بعد كده اليوم اللي هي السنة فبالتاني مسلا لو احنا الباسبورت بتاعنا طلع مسلا في شهر 12 يوم 8 سنة 2020 فبالتاني بتكتبها بالطريقة دي ولو جيت هنا ممكن تختار برضو بكل سهولة التاريخ بالطريقة من الكالندر هنا بتختار السنة من هنا بعدها الشهر من هنا واليوم من هنا وهنا بيسألك على الباسبورت اشوانس بليس او الباسبورت بتاعك تضع منين من مصر هنا او لو انت تضعتم اي كونسولية في اي بلد تانية بتختارها من هنا بعدها بيسألك على تاريخ انتهاء الباسبورت بتكتبه هنا برضو وبيسألك هنا على تاريخ الميلاد وبعدها بيسألك على الجنسية بتاتك هي توقع باي ديفولت او بتبقى محطوطة ان هي مصر لو انت جنسيتك اي حاجة تانية طبعا بتكتبها لكن احنا هنا مصريين وبنقدم المصر فبنسبها ايجبت عادي جدا وبعدها بتدخل البيانات الخاصة بيك اللي هو الفيرس نيم واللاس نيم ودول بيبقوا مكتوين لان احنا بالفعل كتبناهم لما عملنا الاكاونت وبعد كده بيقولك الكونتري او بيرت او اللي هي ايجبت لو انت تولدت في اي مكان تاني بتختار البلد من هنا بعد كده الجندر ميل او في ميل وهنا بنكتب رقم الدي اس او الدي اس كونفرميشن نومبر بتاعنا والدي اس كونفرميشن نومبر ده بناخده من البي دي اف اللي احنا كنا طبعا زي ما وضحت لكم في الفيديو اللي فات الرقم ده بيبدأ بي اي اي زيرو زيرو وبعد كده بيبقى فيه ارقام تانية طيب علشان اواريكو ازاي برضو بنكتبه هنروح للبي دي اف بتاعنا وهناخد منه الرقم انا لما رجعت للبي دي اف بتاعي لقيت ان هو كان مكتوب اي 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 زيرو زيرو سي بي فور زيرو سيفن سيفن حتى هنا هو بيقولك يعني المفروض ان هو بيبقى اللي هو اوله اي 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 وبعدها بيبقى فيه 8 حروف او 8 ارقام بعد كده هنا بيجي اسألك على الكونتاكت انفرميشن بيسألك هنا على الفون نومبر وهنا انت تكتب رقم التليفون الارضي بتاعك او بتكتب رقم الموبايل ممكن على فكرة تكتب رقمين الموبايل هنا فوق وتحت لو انت طبعا ليك اكتر من رقم او لو انت ليك رقم واحد ممكن يتم التواصل معك عليهم بعد اي هنا بيقولك وهو ان انت هنا بتكتب الايميل ادرس اللي المفروض هيتم عليه المرسلات والمفروض ان ورقة الكونفرميشن او ورقة حكز المعاد هتتبعتلك عليه طيب ده كان الايميل اللي احنا عملنا به الاكاونت اساسا على وده اللي عملنا به البروفايل بتاعنا لو حصل لا قدر الله اي تغيير في الايميل ده او لو مثلا الايميل ده انت خلاص مش فاكر الباسورد بتاعه لكن انت فاكر الباسورد بتاع البروفايل ده فانت ممكن بكل بساطة تيجي هنا من تاني وتغير الايميل ده للايميل الجديد كل المعلومات دي تقدر ان انت تغيرها بكل بساطة بعد ما بتحكز المعاد وهنشوف كل ده ازاي دلوقتي وبالذات اكتر حاجة ممكن تغيرها واكتر من مرة هو الDS160 طبعا انت ممكن تعمل الابليكيشن بتاعك وتعمل الDS160 اكتر من مرة ممكن تعمله مرة وتكتشف بعد كده ان في اخطاء وان انت محتاج تغيره فانت بكل بساطة هتعمل DS160 واحد جديد وهتيجي هنا بعد ما بتخلص وهتكتب الرقم بتاعه هنا بالزبط تقدر ان انت تعمل ده اكتر من مرة ولغاية قبل تاريخ المعادل مقابلة بتلات ايام ما فيهاش اي مشكلة خالص انا عن نفسي غيرت DS160 بتاعي اكتر من مرة بعدها هنا بنبدأ ان احنا نخش على الميليك ادرس وهو العنوان بتاعنا بنكتب العنوان بتاعنا من هنا وهنا انت ممكن تكتب العنوان بتاعك او العنوان المكتوب في الباسبورد ما فيهاش اي مشكلة خالص بتكتب هنا اسم الشارع بتاعك وبيبقى معاه المنطقة وليكن مثلا الدقي او ايا كانت المنطقة انت فيها بعدها بتكتب هنا المدينة بتاعتك وبتكتب الستاتي هنا معمول جنبها علامة حمراء فبالتالي لازم ان انت تدخل البيانات دي وما تقدرش ان انت تعمل من غير البيانات دي فعادي جدا ان انت تكتبها جيزة مرة كمان او تكتب اسم وحافظة تاني البوستر كود انت ممكن تدور على اي رقم بريدي يكون خاص بالمدينة بتاعتك او اقرب رقم بريدي خاص بك وده ممكن تعمل عليه سيرش من على جوجل تكتب العنوان بتاعك على جوجل او اسم المنطقة بتاعتك على جوجل وتكتب جنبها بوستر كود وساعتها هيطلعلك الرقم البريدي او البوستر كود بتاعك بعدها بندوس على continue بعد كده بيفتح معنا الpage d والpage d بيبقى فيها step number 6 او الخطوة الستة وهي ان انت لو معك اي dependent لو انتو مثلا طالعين group او طالعين عيلة حتى لو فيها اطفال فانت بتكتب اسميهم هنا هنيجي هنا مثلا لو احنا معنا اي شخص بندوس على add by name وبتبدأ تفتح لنا fields دي كلها هنا هنا بختار الrelationship سواء هي كانت spouse زوج او زوجة او child طفل father mother daughter son او حتى لو كان other اي ان كانت سلطة القرابة بتاعته باجي هنا بكتب رقم d16 الخاص به هنا طبعا كل فرد لازم يكون لي رقم ds فبالتالي انت بتكتبه هنا وهنا طبعا بيكتب منك first name والlast name وبتختار gender سواء male او female وهنا بتكتب تاريخ الميلاد بتاعه بعدها بتكتب country of birth اللي هي بلد الميلاد وبعدها بتختار الجنسية سواء مصري او غير مصري وهنا بتكتب رقم الباسبور وتاريخ اصدار الباسبور هنا والpassport issuance place او مكان اصدار الباسبور سواء من مصر او من برا مصر وبتكتب هنا تاريخ انتهاء الباسبور وطبعا كل دول بتبقى بيانات البروفيل بتاعك طبعا انت ممكن تزود dependence او تزود عدد افراد تابعين لي او بكل العدد اللي هو طالع معك سواء طالع مع زوجتك سواء طالع مع زوجك سواء طالع مع اطفالك او ايا كان العدد بتكتبه كله هنا وفي الاخر بتدوس على save لكن لو انت طالع لوحدك او مش طالع مع احد فبيدوس على continue عادي جدا من غير ما تعمل اي حاجة وبتيجي هنا الخطوة الاخيرة واللي بيقول لك specify documentation delivery دلوقتي هنا بيقول لك sls ايه هو sls sls هو المكتب اللي بيتعامل مع السفارة بعد ما السفارة بتخلص الباسبورات انت ما بترجعش السفارة تاني لأ انت بتروح على sls ومكتب sls اللي هو موجود في الدقي ده اللي بتستلم منه الباسبورت وقت ما بيتم قبولك ان انت تاخد الفيزا انت ما ترجعش السفارة تاني لأ انت بتروح مكتب sls طيب في حالة لو انت موجود في القاهرة فانت ممكن تروح مكتب sls تستلم منه الباسبورت طيب في حالة لو انت برا القاهرة ومحتاج ان الباسبورت ده يتشحن لك ومش هتقدر ان انت ترجع القاهرة تاني ساعتها هتدوس هنا click here to register your delivery preference ساعتها هنا انت بتعمل اكاونت على SLS وهنا بيقولك SLS لفرعين في مصر وفي لبنان في مصر بيقولك تختار ما بين اذا كنت American citizen يعني لو انت مواطن امريكي موجود في مصر او لو انت Egyptian citizen or resident بمعنى ان ده للمصريين او للناس الاجانب اللي معاهم اقوامه في مصر غير امريكان طبعا بتدوس على Egyptian وبتختارها ولما بتختارها بيطلع لك كل السيرفيس دي هنا بيقولك free service in Cairo وهي ان انت بتروح بنفسك تستلم الباسبورت دي ما بتدفعش عليها اي مصاليف واللي بعدها paid service outside Cairo وهنا انت بتختار ان يتم شحن الباسبورت لك برا محافظة القاهرة لو انت مسلا من اسكندرية بتختار paid service outside Cairo وساعتها بتدى ان انت تدخل البيانات اللي هيتم عليها التوصيل هنا انت بتكتب كل البيانات الخاصة بيك اصول ان البيانات دي كلها واضحة ما بين first name والlast name والpassport number وكل حاجة ليها علاقة بالفيزا والpassport وعنوانك وبعد كده تقدر ان انت تمشي في الاجراءات على طول طبعا احنا مشا نضيع وقت في الموضوع ده احنا هنكمل فيه خطوات الدفع على الموقع ده وهنشوف ازاي بنحجز المعاد بتاعنا في حاجة مهمة اللي لازم تاخد بالك منها كويس هنا وهنا بيقولك ان وهنا بيقولك ان اول معاد ممكن تحجز فيه دلوقتي هو نوفمبر تسعتاشر عشرين تلاتة وعشرين احنا دلوقتي اعتبر فيه اربعتاشر احنا دلوقتي بشهرنا تمانية وقت تسجيل الفيديو ده بالزبط فالنهارده لغاية معاد الحكس هيكون مفتوح اول يوم يوم تسعتاشر نوفمبر طبعا بعد ما الفيديو ده يتنشر هيكون الموعيد بتقدم فبالتالي الموعيد دي كلها هتتغير طب بعد ما احنا بنخلص على الموقع بتاع SLS وده على فكرة انت ممكن تعمله بعدين مش لازم دلوقتي خالص فانت بتيجي هنا وتعمل على وبعدها بتدوس على continue بيجي لي بعدها البيج دي والبيج دي هنا بيقولك وهنا بيقولك معلومات مهمة جدا ليها علاقة بمصاريف الفيزا هنا اول حاجة بيقولك بمعنى ان انت بعد ما بتدفع خلاص كده المصاريخ دي غير مستردة سواء هتكمل في سواء هتكمل في اجراءات الفيزا او لو حتى هتكانسل كل حاجة للأسف الفيزا دي غير مستردة وطبعا بتبقى غير مستردة في حالة ان انت اخدت رافت وهنا بيقولك يعني ما تدفعش الفيزا مرتين مش معنى ان انت دفعت وحصل او حصل اي مشكلة في السيستم والسيستم ما فتحش معك موعيد ان انت تروح تدفع مرة تانية ايه وعا تعمل حاجة زي كده لان هي غير مستردة ومش تدر ان انت تسترد مرة تانية خالص طبعا انت ممكن تقرأ المعلومات دي كلها لكن انا قلت لك اهم حاجة فبندوس بعدها وهنا بيقولك المصاريف الفيزا هي ستلاف مية وخمسة جنيه مصري ده طبعا بعد التحويل من المية خمسة وتمانين دولار في سعر صرف الجنيه اللي هو تلاتة وتلاتين جنيه زي ما احنا شفنا في الموقع في الاول طبعا بيقولك ان الوحيد اللي انت ممكن تدفع به هو بنك سي اي بي هتيجي هنا وهتدوس على البنك هنا هتيجي هنا وهتدوس على لوجو سي اي بي هنا بيجيب لنا بعد كده دي واللي هي قسيمة اداع رسوم طلب التأشيرة الى الولايات المتحدة الامريكية هنا بتبقى كل التفاصيل اللي ليها علاقة بالدفع دي الورقة اللي انت هتروح بها للبنك طيب تطبعها ازاي كل اللي انت هتعملها تدوس على ويفضل طبعا انت تبقى عامل كل حاجة من الكمبيوتر او من اللابتوب وبعدها هتدوس على وهتطبعها عادي جدا والورقة دي هتروح بها للبنك طيب اهم حاجة في الورقة دي هي الـ لازم تتأكد ان الرقم ده مطابق للرقم اللي هيبقى على وصل الدفع اللي هتستلمه من بنك السي اي بي الرقمين دول مهمين جدا لان الرقم ده هو المرتبط بالاكاونت بتاعك هنا واللي لما بيسمع عند الصفارة ان الرقم ده تم الدفع عليه ساعتها بيبدأ الموقع ان هو يفتح لك معاد ان انت تحجز في معاد المقابلة بتاعتك فلازم تخلي بالك كويس جدا من الـ نومبر ده طيب هنا بيقول لك وكلام ده كله طبعا الكلام ده كله انت مش محتاجه انت مجرد بس ان انت تدفع وتستنى الغايب تاني يوم من بعد الساعة 11 صبح هتلاقي ان المعاد اتفتح لك عادي جدا بعد ما بتخلص كل حاجة زي ما اتفقنا هنا هتاخد الريسيت اللي احنا لسا طابعينه دلوقتي وهتروح به للبنك على طول بعد كده لما جينا هنا دوسنا على رجعنا تاني للصفحة الرئيسية هنا وهنا لما جينا هنا عند لقينا هنا بيانات الفيزا بتاعتنا وبيانات المقابلة بتاعتنا هتكون فين بالزبط هتكون في القاهرة ودي نوع الفيزا بتاعتنا اللي هي بيتو وهنا في هي مية خمسة وتمانين وهنا زيرو او احنا معناش اي حد تاني زيادة فبالتالي علشان كده هي مية خمسة وتمانين طبعا احنا لو معنا اكتر من شخص مصاريف كل شخص هتزيد هنا يعني لو انتم مسلا اتنين فالمصاريف دي هتبقى الضعف وهكزا كل معدد الافراد يزيد وبعد ما بتدفع وبتحكي زي المعاد هنا بيقول لك معادي المقابلة بتاعتك هيبقى انت بالزبط طيب هنشوف دلوقتي بعد ما بندفع شكل الموقع بيختلف وبيبقى ازاي احنا هنا خلاص خلصنا كده كل حاجة هنا خلاص فاضل نقطة الدفع بعد ما بندفع تعالوا نشوف الموقع هيبقى شكله عامل ازاي بعد ما بتدفع تاني يوم الساعة 11 بتقدر انت تيجي وتعمل احنا المرة اللي فاتت عملنا المرة دي هنعمل وهلكتب الايميل بتاعنا والباسورد بتاع الاكاونت اللي احنا لسه عاملينه قبل كده بعدها بيبدأ ان هو يفتح معنا البيتش دي والبيتش دي هنلاقي فيها كل البيانات الخاصة بينا دلوقتي بعد ما عملنا اداع للرسوم الخاصة بالفيزا في بنك سي اي بي هنلاقي هنا في حاجة اسمها هنا دلوقتي هي مكتوبة عشان بالفعل في معاد محجوز على الاكاونت ده لكن انت لما بتدفع هي بتبقى بتدوس عليها من هنا وساعتها بتتفتح لك الموعيد دي زي ما احنا شفنا قبل كده اقرب معاد كان يوم تسعتاشر فبالتالي بتقدر ان انت تحجز بدايتها من تسعتاشر في خلال الايام الموجودة قدامك دي كده بالظبط طبعا الايام دي هي الايام اللي انت ممكن تحجز فيها لكن غير كده الايام دي كلها ما تدرش ان انت تحجز فيها المعاد بتاعك بتلاقي هنا في اكتر من معاد بتلاقي في مساء موعيد الساعة تسعة الصبح بتلاقي ان الافيليبل هو واحد بس يعني واحد بس اللي يقدر يحجز في المعاد ده لكن في معاد تاني ساعة عشرة بنلاقي ان في حوالي تلاتة وعشرين. بتقدر بعد كده ان انت تغير في الايام. بتلاقي مسلا ان في ايام تانية في موعيد مسلا من الساعة سبعة الصبح. وده بيبقى اول معاد بصفة عامة. وبيبقى كل النطس الساعة بيبقى في معاد مفتوح. بتبدأ ان انت تشوف الموعيد المتاحة قدامك. وبتقدر ان انت تختار المعاد ليكون مناسب ليك. فبالتالي لو انت مسلا المعاد ده مناسب ليك. بتدوس على من هنا. وبعد ما بتدوس على بتلاقي ان المعاد خلاص كده اتحجز معك. انت مش محتاج اي حاجة تانية خالص. بتقدر انت تشوف الشهر بتاعك. شهر مسلا نوفمبر او شهر سبتمبر ايا كان يوم تسعتاشر والسنة الخاصة بالمعاد. وبتلاقي تحت المعاد بتاعك. وطبعا المعاد ده لازم تروح قبله بشوية عشان بيبقى فيه اجراءات برا السفارة. كده كده السفارة بتبدأ شغل الساعة سبعة لكن بداية المقابلات بتبقى من الساعة تمانية. فانت كده كده لازم تروح بدري لو انت معادك بدري او لو انت معادك متاخر شوية من بعد الساعة تمانية فانت ممكن تروح في معادك عادي جدا. وبس كده نكون اتعلننا ازاي نحجز المعاد بتاعنا ونشوف كل حاجة على موقع US Travel Docs ودي كانت كل المعلومات اللي انت لازم تبقى عارفها وانت بتعمل اكاونت على US Travel Docs وتشوف ازاي بتحجز المعاد وشوفنا مع بعض كل التفاصيل الخاصة بالمضوع ده. اخر حاجة فضلنا دلوقتي وهو ان احنا ننتظر لغاية المعاد بتاع المقابلة بتاعتنا ونحضر نفسنا كويس جدا للمقابلة ونحضر الاسئلة اللي ممكن نتسائلها ونراجع الابليكيشن بتاعنا اللي هو الDS 160 كويس جدا علشان لو فيه اخطاء نلحق ان احنا نغيرها ونكون متأكدين من البيانات اللي احنا مدخلينها تكون بيانات مظبوطة 100% وده اهم حاجة. هنا النقطة اللي بتفصل ما بين القبول والرفض هي ان المعلومات اللي انت تكون كاتبها تكون صحيحة بنسبة 100% اخر حاجة حابب ان انا اواريها لكم هنا وهي ان انا لو دفعت وحابب ان انا اغير الDS 160 او رقم الDS 160 بقدر اغيره منين? باجي عند update profile وادوس عليها هنا وساعتها بقدر ان انا اغير اي بيانات من البيانات دي كلها. باجي عند الDS 160 هنا وبقدر ان انا اغيره بكل سهولة عادي جدا. بقدر اشيله وحط غيره وكرر الموضوع اكتر من مرة اللي غايت قبل معادي المقابلة بتاعتي بثلاث ايام. وبس كده دي تكون كل حاجة انا كنت حابب ان انا اعرفها لكم ودي المعلومات اللازم تكون عارفها وانت بتحجيز المواعد بتاعتك. وبكده ان كنت خلصنا كل حاجة لها علاقة بالتقديم فاضل كده ان انت تفضل تحضر نفسك لمعادة المقابلة بتاعتك. وبالمناسبة هينزل الفيديو الرابع والاخير في سلسلة الفيديو حيات دي اللي هيبقى فيه مرخص عن يوم المقابلة وايه هي الاسئلة اللي انت ممكن تتسئلها وازاي تحضر نفسك كويس ديها فاتأكد انت عامل سبسكرايب ومشتري في القناة عشان تنزلك الفيديوهات الجديدة الاول باول واللي هيكون فيها معلومات كتيرة عن الصفار وازاي تسفر واحدك. سلام.